بسم الله الرحمن الرحيم اليقوى والأخوات طلاب وطالبات توجيهي بالمملكة الوردنية الهشمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بنواصل حل أسئلة وزارة من سنوات سابقة عن قطع ومفردات الوحدة الرابعة بعد ما شرحنا هذه الوحدة 3 قطع أهمية الإنجازات الإسلامية مدينة مصدر كخطوة إيجابية وقطعات الآب المؤسس للفلاحة اللي هو ابن بصل شرحناهم موجودين الآن على اليوتيوب في الغنى طيب أعزين نشتغل أربعة فيديوهات السلة وزارة كل قطعة من الثلاثة قطعة كل وحدة عليها السلة وزارة أشتغلي في فيديو لحالة وكمان أشتغل فيديو رابع عن أسئلة الوزارة اللي وردت عن معاني ومفردات الوحدة الرابعة عن معاني ومفردات المعاني والمفردات لحالة أنا جامع إياك كلها مع بعض حوالي 30 سؤال أشتغل إياك في الفيديو الرابع وكلهم إن شاء الله بنتزلهم إياك مع بعض بإذن الله طيب يلا عندي هنا أنا أشتغل شغل سريع علشان هذا القطع بالنسبة للفروع الأكاديمية والفروع المهنية أنا عايز أشتغل كل الأسئلة اللي وردت في أسئلة وزارة اللي وردت عند الفروع المهنية وعند الفروع الأكاديمية ماشي فبالتالي بنشتغل بسرعة حتى بنستفيد من أكبر من الزمن بصورة أفضل ماشي طيب يلا لاحص معي أنا عايز أذكرك بصورة سريعة ما عايز أشرح القطع بالتفصيل ولكن عايز أذكرك بالقطع بصورة سريعة يعني ماشي طيب بالنسبة لهذه القطعة اللي هو أهمية الإنجازات الإسلامية وردت في كثير من الامتحانات أنا حشرحهم لك تحت ولكن وردت في بعض الامتحانات مجزة' يعني جزء منا يعني مقصصة يعني ما كاملة ما كاملة وردت ما كاملة وفي امتحانات وردت كاملة أنا بعرض عليك الجزء الجناقص علشان تعرف أنه كيف هو جناقص يعني ما هو الشيء يجناقص إما الجزء الكامل بيشتغل لك عليه الأسئلة ومعاك الدوسية وهي موجودة القطعة عندك كاملة يعني ماشي فم investigaciónة يعرضت أين عرضوا إياك كاملة كاملة عند القطعة هنا لكن بيجيب لك الجزء الامتحانات اللي وردت فيها القطعة مشذبة أو ناقصة طيب يلا لاحظ معي همية الإنجازات الإسلامية أهمية الإنجازات الإسلامية سنة وزارة عنها طيب يلا لاحظ معي هم كانوا ثلاثة اللي هو جابر بن حيان وعلي بن نافع وفاطمة الفهري والكندي يلا نشوف هذه القطعة كانت جاي جزء من نهم قال زارب ورليد العالم العربي اللي هو فيه العديد لديه العديد من الكيميائين المشهورين في تاريخه بطزا بيرسون ولكن الشخص الذي يعرف بأنه مؤسس مؤسس علم الكيمياء من المحتمل أنه جابر بن حيان طيب اللي هو هي بيدعود إلى جابر بن حيان عشان بعدين عليها سؤال وهو مشهور أكثر بأنه بدأ اللي هو مشهور بأنه من بدأ بشنو بإنتاج حامض الكبريتيك وهو أيضا مجموعة من الموازين التي غيرت الزواء الطريقة التي وزن فيها الكيميائيون المواد في المختبر جميل دي كلها كانت عن علي بن نافع لاحظ معي المحزوف هنا إنه ما زكر الأهمية بتاعت الموازين يعني ما قال إنه موازينه هذي اللي هو إنه بتزن أشياء أقل من الكيلوغرام بستة ألف مرة حزفة مش موجودة في النص فبالتالي ما حيكون عليها سؤال يعني ما حيث لك حيقول لك ما هي مواصفات الموازين تبع جابر بن حيان ولا حيقول لك مثلا صفة لينا أو صفة لينا ولا حيقول لك حاجة زي كده لأنه هذا ما موجود في الفقرة طيب طوالة بدأ يتحدث عن علي بن نافع علي بن نافع هو أيضا معروف بشنون بزرياب اللي هو العندليب يعني بيعرف بالعندليب العندليب اللي هو طائر الشحرر الصوته جميل يعني والبي احتفظ به في المنازل قلنا ماشي بسبب صوته الجميل هي وازا قفتت اللي هو كانت الميزون قفتت بيوبل اللي هو كانت الميزون قفتت موهوب ماشي غوف شنو of a famous musician فرم بغداد لموسيقارو مشهورو من بغداد ماشي وكانت موهوب فرميوزي كان موهوب شنو في الموسيقى ماشي كانت موهبته في الموسيقى ذات ليدة التي غادته تقول شنو تقرطبة كانت اللي هو يلغادته إلى قرطبة إن شنو في القرن التاسع طيب هي إز ذا بيرسون إنجازاته هو الشخص الذي استابلشت الذي أسس ذا فرنس ميوسيق كل أول مدرسة للموسيقى إن ذا ورد في غرطبة في العالم اللي هو في الأول مدرسة ماشي في غرطبة في العالم في مدينة غرطبة في الأندلس ماشي الأندلس أول مدرسة في الموسيقى أسسه هو في الغرطبة في الأندلس هي داع النجاز بتاعه الأول وهو أيضاً أحدث ثورة في النظرية الموسيقية وهذه ثورة أحدث ثورة في النظرية الموسيقية وهو أيضاً وهو الشخص الذي أدخل العود إلى أوروبا ما شهر؟ اللي هو بتلاحظ طيب ما شهر لاحظاً اللي هو الإنجاز الأول بتاعه كان هو أول من أسس مدرسة اللي هو اللي هو الشخص الذي ده الإنجاز الأول ما شهر؟ الإنجاز الثاني هو كمان الشخص الذي اللي هو عمل شنون اللي هو طيب هي ريفوليوشنائيس ميزوكال ثوري أحدث ثورة في النظرية الموسيقية ثم بعد ذاك أناولس هو الشخص الذي نمرة ثلاثة أدخل العود إلى أوروبا ما شهر؟ أدخل العود إلى أوروبا دي ثلاثة إنجازات بتاعته دي كانت الفغرة بتاعته كاملة ما شهر؟ إما هناك جابر بن حيان كانوا ذكر ليه فقط اللي هو ذكر ليه فقط إنجازين ما شهر؟ هو الأب المؤسس للكيميا ما شهر؟ وهو شنو؟ وهو مشهور أكثر بأنه أول من بدأ ده الإنجاز بتاعه أول من بدأ بإنتاج حامد الكبريتيك وهو كمان أيضا صنع شنو نمرة أثنين صنع الموازين أنتاج حامد الكبريتيك وصنع الموازين طيب ما شهر؟ يلا لاحظ معي هنا الفغرة الصغيرة الأخيرة الصطرين دول عن الكندي الكندي وظف كان طبيبا فيلسفة فيلسوفة ماسيمتيشن وعالم رياضيات وكيميست وكيميائي وميوزيشن موسيقر أنسترونما وعالم فلك عمله في علم الحساب أنجومتري اللي هو في علم الهندسة ذاتها سميت الذي جعل منه موس فيما جعله أكثر شهرة يلا لاحظ معي هذه كانت القطعة وردت بهذا الشكل البسيط يلا أول حاجة نحن عايزين نحل عليها واحد للفروع المهنية وردت في 2019 ماشي ناس الفروع المهنية بتتابع معي هون بصورة كويسة ماشي عشان كمية كبيرة هذه الوحدة بالذات أكثر ناس انتوا جاءت لكم يعني أكثر من الأكاديميين نفسهم طيب برضو هنحل للفروع المهنية 2023 وكذلك كمان هحل بالنسبة لشنو ثم الأسئلة اللي وردت اللي هو في صورة بتاع القصصات من 2020 وحتى اللي هو 2021 وكده ماشي طيب هنحل طبعا هذه أكثر حاجة القطعة وردت للمهنيين يعني وردت للمهنيين ولكن انت في الفروع الأكاديمية في الفروع الأكاديمية بتحول بقدر اللي كانت تستفيد منها بأكبر صورة ممكنة ممكن تجيلك لأنها مغررة عليك أصلا لو كانت في موجودة جاءت للأكاديميين أنا كنت أجيبتها إياك لكن ما وردت للأكاديميين وردت في الفروع المهنية كقطعة كاملة وردت لأكاديميين في بعض في غسلة بتاع القصصات كده في 2020 و2021 جميل طيب يلا لاحص معاي هنحل بسرعة جدا اللي هو من هو مؤسس عملة علم الكيمياء اللي هو الإجابة جابر بن حيان ماشي ودائما أسئلة بتاعت المهنين واضحة أكثر وضوحا وأفضل وأجمل من شنو من أسئلة الأكاديميين علمي وأدبي ماشي الفروع المهنية أسهل وأجمل يعني أسئلة مباشرة مباشرة زي ما انت بشوفها الآن طيب لماذا علي بن نافع أيضا معروف بزرياب يعني مشهور بزرياب لماذا نتيجة لصوته الجميل ماشي كل الإجابات هنا موجودة فوق يعني ماشي بسبب صوته الجميل ماشي طيب كله يعني موجود عندك علشان كده أنا ما بحتاج أنه أرجع لك للنص يعني كله موجودة الإجابات في النص ولو عشان عشان سأقدر أستفيد من الزمن أحلهم كلهم في أقل من نصف ساعة أو نصف ساعة كلمة من النص ذات من سلتي تعني اللي هو غرفة للتجارب الكيميائية غرفة للتجارب الكيميائية كلمة لابروتري لابروتري ماشي اللي هو هذه لابروتري كلمة لابروتري هي دي ماشي ديها معناها معمل المعمل هو غرفة للتجارب الكيميائية للتجارب العلمية نمرة أربعة وضزة أندرلاين برناون تيري فيرتو هي قلنا بيدعود إلى جابر ابن حيان اللي هي الموجودة فوق دي الموجودة فوق تعود إلى جابر ابن حيان طبعا كل الإجابات هنا ماشي اللي هو دي بيدعود إلى لابروتري نمرا خمسة علي بن نافع made some important achievements علي بن نافع اللي هو عمل بعض شنو بعض الإنجازات الأول هو بعض الإنجازات اللي المهمة ماشي في الموسيقى write down two of these achievements أول حاجة أسس أول مدرسة للموسيقى في غرطبة اللي هو في العالم في غرطبة ونمرا اثنين أحدى الثورة في النظرية الموسيقية ونمرا ثلاثة اللي هو أدخل العود إلى أوروبا دي الكل مرتبطين بشنو بالموسيقى ماشي هول هو عمله نمرا واحد he is a person who established the first music school in the world in غرطبة الاندلوس اللي هو هو المنسسة مدرسة للموسيقى في الشنو في العالم في غرطبة في الاندلوس نمرا اثنين اللي هو he revolutionized musical theory اللي هو هو أحدث ثورته في النظرية الموسيقية نمرا ثلاثة he is a person who introduced the عود توروب هو الشخص الذي يدخل العود إلى أوروبا هذه التلاتة أشياء ماشي طيب يلا لاحظ معي نمرا ستة what has made the most famous ما الذي جعل الكندي أكثر شهرة الكندي اللي جعله أكثر شهرة عمله في علم الحساب وفي علم الهندسة عمله في علم الحساب والعلم اللي هو his work in arithmetic and geometry اللي هو أعمله في علم الحساب وعلم الهندسة هو اللي جعل منه أكثر شهرة نمرا سبعة write down the sentence أكتب الجملة which indicates التي تشير إلى أن الكندي was polymath لأن الكندي علامة أكتب هذه الجملة الكندي علامة اللي هو مكتوب هنا الكندي was physician philosopher mathematician and astronomer اللي هو الكندي هو طبيب وفيلاسوف وعلم رياضيات وكيميائي وموسيقي وشنوه وكمان عالم فلك أكتب هذه الجملة اللي هو من موجدة من أكتبهون الكندي was physician philosopher mathematician chemist musician and astronomer طيب السؤال الأخير why is it why is it ابن حيان's set of skills اللي هو significant ماشي اللي هو لماذا المجموعة بتاعة جابر ابن حيان اللي هو مجموعة الموازين بتاعة جابر ابن حيان ذات أهمية ليش ذات أهمية يعني طيب يلا لاحص معي بالنسبة للسؤال الأخير هذا بالنسبة للسؤال الأخير هذا طيب لأنها ليش مهمة أنا هنا لو عندك كان تمامة النص حاجة أكتب لأنها مهمة لأنها بتزن مواد أجل من أجل من أجل من ستة ألف كيلو كيلو جرام دي أهميتها ولكن هنا ما موجود هذا الكلام هذا الكلام أهميتها بتنبع من أنها غيرت في الطريقة بتاعة اللي هو هي هذه ماشي دي أهمية بتاعة إنها غيرت الطريقة التي وزن فيها الكيميائيون المواد في المختبر ماشي دي أهميتها يعني شنو يعني كانوا الكيميائيون استخدموا طرق بداية واللي هو موازين غير دقيقة في قياس المواد اللي هو عناصر العناصر الكيميائية والحجنة الزاكدة والمركبات الكيميائية قياسة في المعمل بصورة ما لهم كانوا باستخدموا اللي هو يعني أدوات أدوات للغياس غير دقيقة جاء جابر بن حيان جاء أعمل لهم طفرة في عملية القياس وجاء لهم موازين متطورة جدا تستطيع أن تقيس المواد السقيرة جدا اللي بتقيل عن ستة ألف جزء من شنو من الكيلوغرام جميل يبقى هذه هي دي أهميتها غيرت الطريقة التي وزن فيها الكيميائيون المواد في شنو في المختبر يبقى هذه الإجابة because it is changes the way in which it is weight items in the laboratory يبقى هذه كانت جاءت للمهنيين في 2019 نشوفها البعدة اللي هو جاءت لفروع المهنية كمان 2023 السنة اللي فاتت ماشي جيل 2005 مهني طيب قال the text states يوضح النص some important achievements بعض الإنجازات المهمة ذات علي بننافع made in music التي عملها علي بننافع في الموسيقى write down two of these achievements اكتب اثنين من هذه الإنجازات قلنا هو أول من أسس مدرسة للموسيقى في عالم في غرطبة واحدث ثورة في النظرية الموسيقية ونمر ثلاثة اللي هو هو أدخل العود إلى غربة قل لك اكتب اثنين من هذه الإنجازات ماشي هادو اللي نكاتبو مياك هنا اللي هو هي the person who established the Ferris music school in the world دين قرطبة دي واحدة الاندلوس اللي هو دي نمرة واحد نمرة اثنين اللي هو هذه المدرسة teaching musical harmony and composition اللي بيتدرس الموسيقى وشنو واليقاع الموسيقى دي نمرة واحد ماشي لغاية هنا كانت نمرة واحد طيب نمرة اثنين بتدرس الليقاع الموسيقى هذه المدرسة نمرة اثنين هي revolutionized دي كانت نمرة واحد ماشي طيب نمرة واحد يعني الإنجازات دي نمبر اي دا الإنجاز اي ماشي وهذا ممكن اسميه الإنجاز بي انا كاتبو لك مع بعض هذا الإنجاز بي اللي هو هي revolutionized musical theory هو احدث نظرية في النظرية احدث السورة في النظرية اللغبة الموسيقية نمرة ثلاثة اللي هو نسميها سي قال له ان is also وهو ايضا زابيرسون هو الشخص الذي يدخل العود إلى أوروبا دي لتلاتة نمرة واحد اساسة اول مدرسة للموسيقى في العالم في غرطبة في الاندلوس كانت بالدرسة رقاع الموسيقى والتلحين هذه كان القطعة جاية كاملة ماشي نمرة اثنين نمبر بي اللي هو هو الشخص الذي احدث ثورة في النظرية الموسيقية ريفوليوشناز هذه معناها احدث ثورة ماشي في النظرية الموسيقية نمرة ثلاثة هو الشخص الذي يدخل العود إلى أوروبا طيب نشوف السؤال الثاني السؤال الثاني قال زي are two subjects هنالك مادتين that have made the candy اللتاني اللتاني جعلتها الكندي famous person شخص مشهور write them down المادتين هما اللي هو قول لشنو علم الحساب وعلم الهندسة اللي جعلوا منه مشهور ماشي number two arithmetic and geometry اللي هو علم الحساب وعلم الهندسة موجودين في فغرة الكندي اخر شيء طيب نمرة ثلاثة what does the underline pronoun here refer to اللي هو هي الموجودة فوق اللي بتشير إلى علي جابر ابن حيان اللي هو كانت في أول النصف فوق جابر ابن حيان ماشي في فغرة جابر اذا وجدت هي في فغرة جابر ابن حيان بتشير إلى جابر ابن حيان اذا وجدت في فغرة علي بن نافع تشير إلى علي بن نافع اذا وجدت في فغرة بتاعت مثلا بتتحدث عن الكندي تشير إلى الكندي واذا وجدت شيء في فغرة اللي هو فاطمة الفهري اللي مش موجودة هنا معنى تشير إلى فاطمة الفهري وكذا ماشي طيب اشوف بعدها طيب نمرة أربعة what is the importance ما هي أهمية ما هي أهمية of ابن حيان set of skills مجموعة الموازين بتاع جابر ابن حيان وهنا كان في هذا النص كان موارد القطعة كاملة وهي معاك في الدوسية افتح الدوسية اللي هي تبعيه بتلاقي القطعة مترجمة كاملة زي ما هي ما بتحتاج تاني انو انا اكتبها هون ماشي يعني اوة وجدة في الدوسية لان معاك افتح الدوسية لاصية بتاعت القطعة و المفردات المستوى الثالث بتلاقيها اللي هو أهمية الموازين هي انك استطاعت انتزن شنو انتزر مواد اللي هو نمرة أربعة his skills could weigh اللي هو موازينه استطاعت انتزن items مواد اللي هو over six thousand times smaller than a kilogram اللي هو أصغر بستة ألف مرة من الكيلوغرام موجودة في النص الكامل هذا النص اللي جافوه كان في 2019 كان ناقص ولكن هذه القطعة جافيها النص كامل اللي هو زي ما هو فبالتالي ما كتبته لانه موجود في الدوسية نشوف بعدها اللي هو السؤال البعده نمرة خمسة why اللي هو علي ابن نافع orsonone as ziriab لماذا علي ابن نافع مشهور ايضا بزرياب لانه صوته جميل لانه صوته جميل لانه صوته جميل بتلاحظه لسه لشبه مكررة بينه وبين 2019 لانه صوته الجميل ماشي because of his beautiful voice عشان صوته جميل سموه عندليب او شحرور يعني ماشي على طائر الشحرور او شاي الطائرة لعندليب طيب نمرة ستة write down the sentence اكتب الجملة which shows التي توضح ذات الكندي was polymath اكتب الجملة التي توضح الكندي علامة اكتب فيها الجملة الموصوف بأنه فيلسوف وطبيب وكده الأول جملة في فغرة الكندي ماشي اللي هو الكندي was physician طبيب فلسوفة فيلسوف ماسيماتيشن علم رياضيات كيميس كيميائي ميوزيشن موسيقر انسترونما علم فلك الترو بوليماث اللي هو علامة بحق او علامة بيت دي كانت القطع وردت في 2019 أو 2023 في الفروع المهنية ولم ترد في الفروع الأكاديمية حتى الآن إلا لو تجي في الامتحان بتاع يوم سبعة لتكميلي 2005 لسه الامتحان الآن يا دوب يوم اثنين أنا بصور في الفيديو يوم اثنين واحد وهو امتحان يوم سبعة واحد وإن شاء الله أول ما ينزل بنزله على الدوسيات بتم تحديثه وإن شاء الله عادي بيزل الناس في الدوسيات مثلا حاليا مش موجود طبعا لأنه لسه الناس ما نزله لكن أول ما ينزله وأنا بيدضمنه في دمنا الدوسيات وربما أحله على الغنة إن شاء الله أحله على الغنة بالنسبة اللي يجي لل 2006 حتى ما تقدر تستفيد منه بصورة كويسة طيب هنا عندي هازي كان جات في صورة بتاعت قصصات قال لي إغراء النص التالي كارفول بعناية أنزين تيو ساكوريكت أنصر فروم A B C or D توكم بليزة شنون توكم بليزة سنتنس بلاويتش طيب أنا ما ححتاج أنه أقرأ هذا الكلام لأنه شرحت القطعة كثيرة ومفهومة وشرحتها فوق يلا لاحظ أقوم أجاوب لك على الأسئلة مباشرة الفقرة فقرة كانت بتاعت الكندي ماشي قال What has Probability ماذا الكندي م邊 والشيء من المحتمل يعني What has Probability الكندي's most famous أو ماللذي جعل الكندي من المحتمل ماللذي من المحتمل جعل الكندي أكثر شهرة اللي جعل الكندي أكثر شهرة realtى العمله في الرياضيات وفي علم الهندسة طيب نشوف الخيارات Lambpraxian كونه طبيبا أنه فلسفة لدي ما صحيحة ما شيء اللي هو ميكينج جراوند بريكينج ديسكوريز اللي هو عمل اكتشافات بريكينج جراوند معناها خلاقة يعني جميلة ماشي فهذه ملا مش معانا اللي هو هيس وورك إنار سيمتيك أنجيومتري دي صحيحة اللي هو عمله في الحساب وفي الهندسة ماشي بيينج ميوزيشن أنسترونما كونه موسيقار وشنو عالم فلك دي ما صحيحة الحاجة اللي جعلت من الهندي من الكندي اللي هو أكثر شهرة هي عمله في علم الحساب وفي شنو ولو قريتها هنا اللي هو بيتلاقيها هذ هي في النص هذ هي ماشي طيب عندي نمرة اتنين نمرة اتنين كانت بتتحدث القطع عن فاطمة الفهري فاطمة الفهري قال اللي هو يوزهير فازر السينهيرتنس استخدمت اللي هو ميراس والدها تبلت ليرنينج سنتر لبناء مركز تعليمي إن فاس في مدينة فاس في موروكو في المغرب اللي هو زيس ليرنينج هذا زيس ليرنينج سنتر هذا المركز التعليمي هذا بكو موروكو ستوب يونيفرسيتي أصبح أعلى جامعتهم في المغرب ماشي اللي هو في المغرب and it is where many students حيث شنو حيث العديد من الطلاف from all over the world من كل أنحاء العالم come to study يأتون للدراسة فيه مور افر علاوة على ذلك it was فاطمة السستر إنها أخوة فاطمة مريم whose supervisor أشرفت علشنو على بناء of اندلوس موسك على مسيد الاندلوس which was not far الذي هو ليس بعيدا من شنو من المركز التعليمي طيب ويتش هذا بدعود لشنو ويتش بدعود لمسيد الاندلوس اللي هو هذا بدعود ليدا مسيد الاندلوس الذي لم يكن بعيدا من المركز التعليمي طيب وين مسجيد الاندلوس موجود بدعود لموروكو ستوب يونيفرسيتي على جامعتهم في المغرب ولا بدعود لزييرنينج سنتر اللي هو المركز التعليمي ولا بدعود لزياندلوس موسك هذه هي الصحيحة ولا بيدعود لفينس موروكو اللي هو مدينة فاس في المغرب الفغر هذه بتتحدث عن علي بن نافع وعلي بن نافع ذكرناه كتير وإنجازاته طيب يلا نشوف قال وحدة من الخيارات هذه حول إنجازات حول إنجازات زريابة وعلي بن نافع في الموسيقى واحدة من هذه الجملة الصحيحة انت عارفوا هو أسس أول مدرسة للموسيقى في العالم في غرطبة أحدث ثورة في النظرية الموسيقية وقام أدخل العود إلى أوروبا طيب أول حاجة أسس أول مدرسة للموسيقى إن زورت في العالم وأدخل العود إلى أوروبا هذه صحيحة ولكن نشوف تاني إذا كان في حاجة تاني ليش الباقيين غلط اللي هو أدخل العود لأوروبا أسس أول مدرسة للموسيقى في بغداد دي غلط لأنه أسس أصلاً أول مدرسة للموسيقى أسس في العالم في شنو في غرطبة وليس في بغداد وليس في بغداد Setting up the philis music school أسس أول مدرسة في أوروبا آن شنو وأدخل العود إلى شنو إلى غرطبة هذه ما صحيحة ما شعكسهم مع بعض عكس كل المفهوم بتاع المعنى قال أدخل أسس مدرسة في أوروبا وأدخل العود إلى غرطبة من وين جاب الكلام هذا طيب Setting up the philis music school أسس أول مدرسة للموسيقى في غرطبة ماشي جميل I'll introduce the old to the world وأدخل العود إلى العالم لما صحيحة أدخل العود إلى أوروبا هذه العبارة غير صحيحة ماشي إذن الصحية نمرة واحد الأولى هذه اللي هو أسس أول مدرسة في العالم وكمان شنو أول مدرسة للموسيقى في العالم وأدخل العود إلى أوروبا هذه هي الصحيحة ماشي دي كلها بغداد وكلام بالشكل ده مش صحي كله طيب هنا بنشوف نمرة أربعة علي بننافع برضو عن علي بننافع قال علي بننافع is known as blackbird يعرف بأنه العندليب بالعندليب بسبب صوته الجميل his beautiful voice his voice was beautiful عشان صوته جميل هذه هي الصحيحة ماشي طيب نمبر بي قال he was gifted people لأنه تلميز موهوب وهنا he was the guest of the umaya drula لأنه كان ضيفا على الحاكم الأماوي لا هذا مش بتقوي مش بتخلي يقوله عنه هو عن دليب he had the talent for music لأنه كان موهوب في الموسيغة ده كله غلط سموه العندليب هو طائر الشحرور لسبب صوته الجميل ماشي طيب نشوف اللي هو نمره خمسة كذلك بتتحدث عن علي بننافع قال the underlying word he in the text refer to طيب قال علي بننافع زباسون هو الشخص الذي establish the first music school نزور لده ساول مدرسة للموسيغة في العالم في غرطبة في الأندلوس ماشي وبعد ذاك teaching music music al harmony بالدرجة لغاء الموسيغي and composition والتلحين هي revolutionized هو أحدث ثورة في النظرية الموسيغية هي بيدعود إلى علي بننافع ده ماشي يبقى هي بيدعود لشنو لي music al harmony اللي هو لغاء الموسيغي ولا بيدعود للأندلس ولا علي بننافع بيدعود لعلي بننافع هذه الصحيحة ماشي طيب نشوف بعد نمرة ستة كان بتحدث عن علي بننافع برضو ماشي هذا الزلم ما شاء الله مذكور كثير يعني فاهم عليه مع أنه ممكن تقول عنه أدفع الإنجازات اللي موجودة في القطعة كانت بتاعته يعني ماشي يعني ما يعني شنو موسيغة مثلا نصورة موسيغية أنا مش ضد الموسيغة طبعا ماشي لكن إنجازات الكندي كانت أفضل وإنجازات فاطمة الفهري عملت مجامعة فيما بعد صارت مركز تعليمي وإنجازات ابن حيان كانت أفضل ولكن هنا هم متلاحز مركزين على شنو على الزرياب كتير طيب ماشي على كل حال جال سنتن سويتش الجملة التي تشير إلى أن زال زرياب إلى أن علي بننافع زرياب يعني اسم هو الموسيغار الذي أدخل الذي شنو انترديوس موسيغال الذي أدخل آلة دي آلة موسيقية آلة موسيقية هنا ما قال عود آلة موسيقية تزاوست إلى الغرب وحين ما قال أوروبا قال الغرب الغرب معنات أوروبا ماشي أوروبا وأمريكا وكندا دول كلهم يقولون عنهم الغرب يعني ماشي نحن في الشرق وهم في الغرب طيب يلا منشوف هالجملة اللي بيتقول إنه أدخل آلة موسيقية إلى الغرب ماشي هنا لما أذكر عود ولم أذكر أوروبا جايبين كلمات مبهمة أعلنه هذا طيب قال هي إزا بيرسون هو الشخص الذي هو استابلش الذي أسس فريث موسيق سكول إن زورت هو الشخص الذي أسس أول مدرسة للموسيقى في العالم هذا جزء من الإجابة ماشي هذا لا لا أنا ما عايز المدرسة بتاعته أنا ما عايز إنجازه بتاع المدرسة أنا عايز إنجازه بتاع عيد خال العود هو الشخص الذي أدخل العود إلى أوروبا هذه هي صحيحة لأن أوروبا دي هي بيعبر عنها الغرب موجودة في الغرب والآلة بالعود هو آلة موسيقية آلة موسيقية الباقي لماذا غلط هي وزا قفتت لأنه كان تلميز موهوب لموسيقار مشهور في بغداد هذه ما صحيحة ماشي وبعد اللي هو هذي كمان تاني علي بن نافع إس أولسون ونازرياب وبلاك برد أنه العندليب بسبب صوته الجميل هذا كله ما صحيح الصحيح نمر بي طيب بنشوفها اللي هو بعده نمر سبعة نمر سبعة عن جابر بن حيان جابر بن حيان بتعرف اللي هو إنجازاته أول من أنتج حامض الكبريتيك وأول هو صنع الموازين التي لها القدرة تغير الطريقة الوزن بتاع المواد في المختبر ومن مميزاتها إنها هي استطاعة تنتزي المواد أجل من ستة ألف من شنو من الكيلوغرام طيب يلا قال the scales اللي هو الموازين that were invented التي اخترعها جابر بن حيان التي اخترعها جابر بن حيان هذه المواصفات بتاعتها could be used اللي هو تستطيع يمكن يمكن أن نستخدمها اللابروتري في المختبر two way لوزن very small chemical items لوزن اللي هو مواد كيميائية صغيرة ممكن تكون هذه الإجابة الصحيحة ولكن نشوفها الباقين ماشي didn't weigh هي لا تزن ماشي chemical items لا تزن المواد الكيميائية التي أصغر التي تكون where smaller than كيلوغرام التي تكون أصغر من الكيلوغرام لا هذا ما صحيح هي بتزن don't do ما صحيحة ماشي هي تزن مش ما تزن only weight هي فقط اللي فقط هزي فقط هزي هي فقط وزنة المواد اللي هو chemical items المواد الكيميائية which were bigger اللي هي أكبر زان الكيلوغرام ودي ما صحيحة اللي هو هي وزنة مواد كيميائية أصغر من الكيلوغرام بستة ألف مرة نمرة where not use هي لم تكن تستخدم لتغيير لشنو تتشانج اللي هو هي لم تكن استخدمت في تغيير شنو هي لم تكن غيرت اللي هو الوزن of the chemical items وزن المواد الكيميائية في المختبر وهزي ما صحيحة هي غيرت الطريقة التي وزن فيها الكيميائيون المواد بقى هزي كلمة نوت هزي ما صحيحة ماشي وهنا في ديدين يبقى لإجابة نمرة واحد هي استطاعت أو يمكن أو يمكن وأن نستخدمها في المختبر لوزن المواد الكيميائية الصغيرة جدا طيب نمرة ثمانية نمرة ثمانية تتحدث عن الكندي ماشي الكندي تتحدث عن فاطمة الفهري وجايب هنا قطعة الكندي أول ماشي على كل حال نحن عايزين عايزين نجاوب على هذه الأسئلة اللي هو العنوان عنوان المناسب الأكثر مناسبة يعني المناسب جدا فورزا فورزا أباف تاكس لنص أعلاه هو طيب يلا هنا عنوان عنوان من ننتظر الغرب يلا هنا لتجنب أنوان معناء الحق ماشي وArch المناسب اللي هو الإنجازات الإسلامية الحديثة دي ما صحيحة ما تتحدث عن إنجازات الإسلامية الحديثة بتحدث عن أهمية الإنجازات الإسلامية في التاريخ عندي هنا الغرب الع題 هو أهمية العلماء الأجانب ماشي دي موش أجانب دي معناها معناها الأجنبي طيب يلا لاحظ معي هنا عندي نمرة تسعة نمرة تسعة حدث عن فاطمة الفهري فاطمة الفهري قال اللي هو ويتش اللي موجود تحتها خط يلا نشوف الجملة فيها ويتش الجملة فيها ويتش اللي هو هي وردت قبل كده بدعود لمسجد الاندلس قبل أن شرحتها فوق ماشي بدعود لمسجد الاندلس لأنه قال شنو إنها أخت فاطمة اللي هو مريم التي أشرفت على بناء مسجد الاندلس ماشي الذي لم يكن بعيدا من شنو من المركز التعليمي جميل طيب هذه كانت دي كانت أسئلة الوزارة كل أسئلة الوزارة اللي وردت عن شنو من 2016 وحتى 2023 امتحان نظامي 2023 اللي وردت عنها قطعة أهمية الإنجازات الإسلامية وقعلك هي كثيرة فيها قطعتين كم لها اللي هو وردت مرتين يعني للمفروع المهنية ولكن وردت الفروع الأكاديمية في صورة بتاعة قصصات صغيرة صغيرة ماشي اللي هو يبقى الأكاديمي الفروع الأكاديمية أدرس القطع بتاعتها المهنين بصورة كويسة علشان لو جاتك بتلاحظ الوزارة کعد تركيز على أفكار مأينا جدا جدا لما تسأل عن جابر بن نافع بتتحدث عن إنجازاته أو خصائص الموازين بتاعته ما بتتحدث عن حاجة كده أو الضمائر اللي بدعود له لما تتحدث عن علي بننافع بتتحدث عن حاجات معينة اللي هو إنجازات بتاعته الخميس هو الضمائر اللي بتعود له الضمير اللي بيعود له لما تتحدث عن فاطمة الفهر فاطمة الفهر بتتحدث عن إما ضمائر في فغرتها بتعود plan مسيدل أندلس أو بتعود على فاطمة الفهر وما وردت ذاته أو بتتحدث عن إنجازات فاطمة الفهر اللي هو باعتباره بنت اول مركز تعليمي يصبح فيما بعد أعلى جامعة في المغرب وإما تتحدث عن الكنديه وبيتركز في الكنديه على حاجتين فقط أو على ثلاثة حاجات الأولى إنه اقتبس الجملة التي بتدول على إنه الكنديه على اللامة والحاجة التانية اللي هو من نتحدث عنه الحاجة التانية بالنسبة للكنديه هو ما هي المواد اللي جعلت الكنديه أكثر شهرة وهو عمله في شنو في علم الحساب وفي علم الهندسة وكمان ممكن تذكر لين شنو اللي هو الكندي يعني هو بوليماس يغتبس أو اكتب الجملة أو مثلا أو اكتب اتنين من المجالات اللي مشهور فيها أو كده يعني ماشي يعني في حاجات معينة بيركزوا عليها هذه الأفكار الرئيسية والأساسية بتاعت القطعة ماشي طيب جميل إن شاء الله من حل في الفيديو الغادم حل سنة وزارة من سنوات سابعة عن قطعة مصدر سيتي مصدر سيتي وهي وردت كثير للعلمين وللمهنيين مع بعض كل الامتحانات اللي وردت من 2016 وحتى 2023 من حل مع بعض سواء كانت للفروع المهنية أو للفروع الأكاديمية بإذن الله إذا طبعا كنت معي لغاية الوقت هذا بالتأكيد كنت مواصل الفيديو بالتأكيد بتكون إنك إن شاء الله استفدت منه ماشي تستطيع الضغط على زر لايك لا تنسى ماشي وتستطيع إنك إذا كنت ما مشترك اشترك ولو بتقدر لو بتقدر أرسل الغناة لصحابك في الفيس أو لزميلاتك ماشي حتى ما يقدر أصل لأكبر غدري من الطلاب اللي بيحتاجواها ماشي علشان كده تمام علشان يقدروا إنهم كمان في كثير من الطلاب بيعانوا وبالذات السلة الوزارة ما بيحصلوا عليها فإنك إنت ممكن توصل إياهم تخيل المنهاج كله من مشروح مجانا يعني كل القطع وعلى كل قطع سلة وزارة كل القواعد وعلى كل قاعدة سلة وزارة وكل كلمات والمعاني معاني مفردات مشروحة لحالهم وموجودة في قوائم قوائم التشغيل في الغناة أنا كاتب معاني مفردات الوحدة الأولى والثانية والثالثة وهس حشرح لك إن شاء الله بعد شوية حشرح لك الرابعة حتنزل معا اليوم مع بعض حنزل لك ربعة فيديوهات وكل فيديو يعني شوية ما طويل إن شاء الله وبتقدر أنك أنت تواصل إنا ألتغيكم إن شاء الله في الفيديو الغادم لا تنسى ضغط على الزر لايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا